شهدين أهلا بكم من جديد يعد القطاع العقاري من أهم مصادر الدخل القومي حيث بلغ حجم التعاملات داخل السوق العقاري ما بين 130 إلى 150 مليار جنيه حيث شهد القطاع رواجا خلال الفترة الأخيرة بفعل مبادرات البنك المركزي أخيرا جاء قرار الرقابة المالية بإعفاء المواطنين راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة المزيد حول مبادرات الحكومة لدعم القطاع العقاري انضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري أستاذ وليد أهلا بحضرتك أهلا بك أستاذ حضرتك رب نخليك الحقيقة كما قالت الهيئة لحظت أنه إذا ألغيت الدفعات المقدمة للتملك العقاري فربما ذلك سيفيد شريحة أوسع من المستهلكين وهذا أمر طبيعي ورهذا جاء القرار الآن ما تعليقك والله الدولة والجاة الرقابية زي ما حضرتك تفضلت بتحاول بقالها فترة تقف وراء القطاع العقاري والاستثمارات بتاعته والتمويل العقاري لما يشمل هذا القطاع من فوائد كبيرة جدا للاقتصاد والشعب من ناحية اقتصادية طبعا العقار قاطرة للصناعات كتير جدا ومن الناحية التانية بالنسبة للأفراد والناحية الاجتماعية أنه ده سكن للناس والشعب وفي تطور لناس كتير أنها تمتلك السكن بتاعها وناس كتير شباب صغير لسه داخل أنت حاك عارف نص الشعب المصري تحت 25 سنة مقبل لسه على حياة جديدة ودواج وهكذا ويكون محتاج سكن وعقر فبالتالي الدولة كانت مركزة زي ما حاك لسه تفضلت من قليل بأنها بجهود شديدة ومرعاة شديدة لهذا القطاع بأساليب مختلف الجهات الرقبية طبعا جزء من الدولة وبالتالي بتولي برضو القطاع أهمية كبيرة ولكن برضو الجهات الرقبية لازم بتكون متحوطة شوية بتكون حازرة شوية ليه؟ لأن احنا برضو عايزين نعمل الحاجة الصحة من غير ما تحصل حاجة غلط لازم نحط قواعد رقابية علشان الدنيا ما تبوصش مننا وما يبقاش فيه سوء استعمال أو ما يحصلش حاجة يكون لها مردود عكسي وهكذا الخطوة الأخيرة بتاعت الرقابة المالية هي سمحت لشركات التمويل العقاري أنها تشيل المؤدم بمعنى أنه ممكن يبقى حاليا في منتج إيجارة بدون حد أدنى من المؤدم دايما البنوك بتشتغل تمويل عقاري بحد أدنى للمؤدم وكذلك شركات التمويل العقاري خلينا بقى هنا نفرق بين التمويل العقاري والإيجارة التمويل العقاري والإيجارة هما يتنين إلى حد كبير نفس المنتج وهو تمويل سكني لفرد بيرغب في اقتناء وحدة ولكن بيشتريها بالتقصيد ولكن الفرق مزي بالضبط ما بين السكوك والسندات ما بين قرد السيارة العادي وقرد السيارة الإسلامي إن ده منتج تجاري بنسميه وفيه منتج إسلامي الإيجارة هي منتج إسلامي بيبقى اللوايح أو القواعد بتاعته مختلفة شوية عن المنتج التجاري اللي هو التمويل العقاري فأهم بند أو أهم فرق ما بين الاتنين إن في التمويل العقاري الشقة بتكون باسم المواطن والبنك أو شركة التمويل العقاري بيكون عامل عليها رهم فبالتالي المواطن ما يقدرش يبيع الشقة دي ولا يتصرف فيها غير لما يفك الرهم أو ياخد موافقة من البنك أو يتم من السداد الكامل مهم ما بياخدش موافقة غير لما يتم السداد الكامل للبنك الإجارة مختلفة مختلفة في إيه؟ إن الشقة بتكون باسم البنك إلى أن زي ما حاجة بتقول يخلص الأقصد بعدها البنك يحوله أو شركة التمويل العقاري أنا أسر بتحول الشقة لإسم العميل فهو ده الفرق إن خلال فترة السداد في التمويل العقاري بتكون الشقة باسم العميل وعليها رهن عقاري من شركة التمويل العقاري أو البنك فحالة الإجارة سواء اللي عامل الإجارة دي بنك أو شركة بتبقى شركة التمويل العقاري أو البنك هي المتملكة الشقة الشقة بتكون قانونا باسم البنك أو شركة التمويل العقاري ولكن بيبقى في عقد ما بين الراجل اللي واخد الشقة وبين شركة التمويل العقاري أو البنك الناحة الثانية إن بعد انتهاء المدة أو في حالة السرار الكامل اللي هي بقى مثلا فلنفتار 10-15-20 سنة إن البنك أو شركة التمويل العقاري بتروح محولة الشقة على طول لإسم العميل. طبعا إجرائيا بإسم اللي هو أخذ القرار بسيطة وليل كده يعني البنك أو الشركة الباقعة هي ضمن اللي حقها أكتر يعني إجراء ده في صالح البنك أكتر من المواطن بص هو في الآخر مش صالح لأنه حتى في الآخر هي نفس الفكرة بمعنى طول ما هو فيه رهنة على البيت هو مش يقدر يبيعه. وبالتالي لازم البنك بالبلد كده بيضمن ياخد حقه الأول قبل ما الرجل ده يقدر يبيع الشقة فلو جينا في الوسطى اختلفنا أو ما قدرش يسدد البنك بيقف بيبيع الشقة دي وبيسدد مستحقاته اللي لسه فاضي وبيدي الباقي لصاحب المواطن. لو أنا عايز أبقاها وهي لسه مزالة بتاحت ملكية البنك بالزبط كده. ونفس القصة بتحصل في الإيجارة. بقى بروح أتفق مع البنك يعني أنا النهاردة دخلت في عقد مع البنك عشرين سنة أخدت نص المبلغ وبعد عشر سنين واكتشفت أن أنا مش قادر أدفع الإقصاط. هروح للبنك هقوله طب يا بنك لو سمحت بيع الشقة وأنا خلاص مش قادر أدفع وسدد المتبقي من القرد والباقي حقه. لكن أنا كمالك أو كمالك مفترض يعني مليش حق أن أنا أبيع الشقة؟ ما تقدرش قانونا ما تقدرش هو در رهن العقاري. هو در رهن العقاري. قانونا ما تقدرش بتقدرش تروح تبيعها لأنها مرهونة. ما تقدرش ما عندكش قانونا ما تقدرش. الإجارة هي نفس في الآخر المعنى وهي أن الوحدة باسم شركة التمويل أو البنك. وبالتالي لو أنت جيت برضو في الوسط وقلت له ما أنا مش قادر. هيجي البنك أو شركة التمويل. تقول لك طيب حبيعها وحسدد المتبقي وانت أخذ البيع. هيبيعها بيتمنها العادل في الفترة دي فترة البيع ولا بيتمنها في أصل الشرق؟ هنا بيبيعها أثناء فترة البيع. وبيسدد القرد القائم حاليا. تمام. بس. أنا كمواطن مخير ما بين التمويل العقاري والإجارة. دي حقيقة. ميزة الإجارة إنها ساعات كتير زي ما حقاك قلت ففضلت من شوية علشان الشقة بتبقى باسم البنك أو شركة التمويل العقاري فبتديني أنا كبنك أو كشركة التمويل بعض الراحة. فبالتالي مثلا ما بقاش متخوف قوي من العميل أو ما بقاش متخوف قوي من قانونية أوراق الشقة. يعني ساعات كتير ممكن مثلا البنك يبقى متخوف ليه لما يدرس ورق الشقة يلاقي في بعض المشاكل في إمكانية تسجيل الشقة أو في بعض مشاكل على الأرض أو 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 فبالتالي البنك يتراجع عن إنه يمول الشقة دي. لما تكون الشقة باسمي كبنك ببقى مسترائح ببقى متطمن أكتر فقدر مول. وإنتوا لو حظتوا إن في حالات تعصر كتير أو حالات تعصر زارت عن حدها. لا خالص. طب إيه اللي خلان نروح ناحية هذا الإجراء غير إن. الرقابة المالية يعني الرقابة المالية أعتقد طبعا هي بتحاول تيسر على المواطنين وأعتقد إن بعض الشركات التمويل العقاري هي اللي تقدمت بالطلب فالشركات التمويل العقاري راحت للرقابة التي لها سيبينا نقدم المنتج بدون مقدم أنا كشركة متطمن. ليه؟ لأن الشقة باسمي فخلينا نبيع المنتج ده في السوق. وفي ناس هتيجي أكتر. ماهون في ناس عشان تقول لها ادفاع 20% مقدم وبعدين قصة الباقي. بيعود فترة عشان يحوش العشين في المية دول. لما أنت تيجي النهاردة تقوله لا ما تحوشهمش. ما فيش عشين في المية خد على طول. ليه؟ وإيه اللي خليك تعمل كده؟ أنت متطمن إن الشقة بإيه؟ باسمك. فده حيساعد على التسويل. ده يمكن الفائدة الوحيدة لو هاخد جانب المستهلك أو الجامل الشاري. فكده أنا شلت العشين في المية بدخل من أي مبلغ معايا. من غير وبصفر أو بصفر. بخش إن أنا خلاص اخترت الشقة وبمضي على الأوراق. وبتوكل على وبخش. بس بتلهم طبعاً إن أنا عندي خدرة سداد إن أنا موظف إن أنا عندي دخل يعني بصورة أو بأخرى. لازم طبعاً شركة التمويل العقاري أو البنك تأكد إن اللي بياخد الشقة ده عنده مصدر دخل يقدر يصدب منه الاست. أستاذ وليد فكرة تمويل العقاري عموماً بكل أشكال. إذا كان تمويل العقاري مباشر أو بإيجارة أو ما إلى ذلك. يعني الحقيقة في مصر أخذ شوية شروط أو اشتراطات أو ضمانات. تضمن أخذر لك ما حدث أو رأينا في دول أخرى. في أمريكا في 2008. 2008. الأزمة المالية العالمية ودبي بعدها بسنتين. حتى الآن الحمد لله نحن محافظين على الاستقرار. وهذا بفضل إجراءات كتير. زي إيه مثلاً إيه اللي عملناه؟ ما الدرس المصري. ما التجربة المصرية؟ بص عشان أبقى برضو يعني صريح أو يعني مع حضرتك. نسبة التمويل العقاري من إجمالي السوق قليلة. فحتى لما حصل أو حاجة أو حتى بهم حصل في النسبة دي سوق العقاري كبير أوي في مستقر. فنسبة التمويلات العقارية بالنسبة الإجمالي للسوق العقاري لأن إحنا عندنا لو حاجة عارف طبعاً التقسيط المباشر مع المطورين كبير جداً. نسبته كبيرة جداً. وهي أن حاجة تقصت مع شركة التمويل العقاري اللي عاملة كومباوند ألف أو به أو هكذا. دول أغلبية السوق. معظم الناس في مصر بتشتري من خلال التقسيط المباشر مع المطور. فنسبة التمويل العقاري الغايد دلوقتي مازالت ضعيفة جداً. ومازالت أقل بكثير من المتوسط العالمي ومتوسط الأسواق النامية. فإحنا لسه قدامنا مساحة كبيرة من النمو في الحتة دي في القطاع ده. وده حيكبر القطاع العقاري عامة وينشط السوق العقاري عامة. فكده كده إحنا عشان نسبة التمويل العقاري قليلة من السوق العقاري. فمهما حصل منه اهتزازات مش هتأثر على إجمال السوق. وكده كده حتى في الجزء الصغير ده. إحنا البنوك برضو وشركات التمويل العقاري الحمد لله. فالأبروتش بتاعها أو في الاسلوب أو الفكر الاتماني بتاعها ايه؟ متأنية أو حريصة. غير متسرعة. غير متسرعة. فبالتالي ما بنديش لحد غير لما نبقى لحد كبير. طبعاً فيه ناس بتتعصر ولكن متطمنين ان الرجل ده مش هتعصر. مش هتعصر ازاي؟ احنا بندرس مصدر الدخل بتاعه. هقال الرجل ده عنده فعلاً مصدر دخل. هيسبب منه الاست. آه خلاص هو ده الأساس. ومن الناحة التانية بقى بيبقى فيه قصة الأوراق بتاع العقارات. دي برضو لها شروط تانية لأن برضو التنفيذ على العقارات هنا يعني كان ليه مشاكل وفيه قانون صدر في 2004 وكان ليه ليحة تنفيذية. ولكن برضو في الآخر البنوك ولا شركات التمويل العقاري مش عايزة تنفذ على حد. مش عايزة تخرج حد من بيته. ولكن اللي همها برضو ان الفلوس اللي خرجت ترجع عشان دي فلوس مضيعين في الآخر. مش فلوس حد. استاذ وليد كان من الأشياء اللي بتتقال على مسألة التمويل العقاري انه والله القصد كبير لا تناسب مع شريحة أكبر من الشباب. هل الإجارة دلوقتي بتساعدني فيه سداد كشاب جديد مرتبه مش كبير. التزماتي كتير. ان انا ادفع مبلغ أقل شوية من التمويل العقاري الطبيعي. يعني اتاح مضاعفة في الحالة دي. خليني اأكد لحضرتك ان الحل الموضوع ده لحد كبير المبادرات. مش الإجارة. يعني المبادرات اللي نزل بتاعة الثلاثة في المية والخمسة في المية هو في الآخر الناس بتبص على او اللي بيثقل العب القصد بيثقل القصد بيخليه كبير. نسبيا هو الفوائد. لان احنا مستوى معدلات الفايدة في مصر مش متوسطة. لها في متوسط العشر الـ 15% لما بتركبها على فترات طويلة على 15 و 25 سنة فبتكبر المبلغ. فلما تيجي تقسمه وتخليه بقى قصد متساوي تلاقي ان القصد كبير. اه القصد كبير ليه? علشان انت شاري على بتسدد على فترة 25 سنة والفايدة كبيرة. فده التراكمية بتخلي القصد كبير. فالمبادرات بالفايدة القليلة اللي حطتها بخلت الاسط في متناول الناس دي كانت اهم خطوة. الخطوة التانية اللي بترينا نشوفها لسه يمكن مجلس الشعب عتاخد النهاردة ومجلس النواب موافق عليها او بترى يدرسها هي حتة التسجيلات. ازاي اننا الشؤة المسجلة في مصر نسبتها ضئيلة جدا. وبالتالي الحاجات اللي هي ممكن نتعامل. والبنوك وشركات التمويل العخاري ما بتتعملش غير على وحدات يا مسجلة قبلها للتسجيل. او يعني في الغالب. او الحاجات اللي في المجتمعات العمرانية الجديدة او المدن الجديدة. نسبتها مزالت مش هي دي. مش هي كبيرة. اه. مع وجود اصلا الديفلوبر فاينانس او اللي هو التقسيط المباشر مع المطورين. بتلاقي اللي فضل مش كتير. فعلشان الحتة دي. اول خطوة اخدتها الدولة. وهي كأهم خطوة. حتة تقليل الفايدة. داني خطوة هو. بتارينا نشوف مجلس الوزراء بيتحرك ومجلس الشعب والنواب. ازاي ان انا ادخل اكبر قدر من العقارات في مصر. تحت مظلة التسجيل. ان يبقى اسهل اجراءات التسجيل. بحيث ان اللي مش مسجل يخش يتسجل. وبالتالي مجرد ان يسجله يقدر يبيعه عن طريق الرهن العقاري ده بسهولة. فدي برضو خطوة مهمة. ممكن يكون الاجار للتمليك مثلا احد الحلول. الاجارة بلا ادنى شك. ان هو برضو واحد تاني. قالك انا مش عايزة استنى او ادفع او مش عنديش العشرين في المية. فبالتالي كونك ان انت تلاقي منتج قدامك يخش يا مولك. وانت بنغير مقدم بصفر. ده برضو ميزة. فانت بتحاول من كل ناحية تشوف ايه اللي يقدر يساعده. بتحاول تقدمه في نطاخ برضو ايه. ان الحاجة تبقى منظمة وصحيحة. ما يكونش فيها ثغرات او مساحة لان حاجة تضر بالعميل او بالصناعة او ايه. قبل الفين وعشرة كان الفجوة العقارية في مصر بتصل لمليون ونصف مليون واحدة سكنية. عندنا طلبات متزايدة. عندنا واحدات سكنية اقل. فالفجوة كانت ضخمة. دلوقتي مع كل المشاريع السكنية الاجتماعية او المتوسطة او ما الى ذلك. او حتى تمويل العقاري من الشركات الخاصة. اظن ان احنا قدرنا نسد جزء من الفجوة? ولا التنامي السكاني مازال كبير واحنا بنلاحقه؟. والله انا ما عنديش دراسة او رقم يعني اكريت او دقيق اقدر اجاوب بيه على حضرتك. ولكن من كده منظوري من بعيد اقدر اقول ان بلا قد نشك ان خلال الفترة اللي فاتت. واحنا طول عمرنا عارفين ان فيه طلب شديد جدا في مصر. ليه? لسه زي ما كنا بنقول ان مصر شباب صغير كله بيكبر وبيتجوز وبالتالي فيه تزايد زائد. نسمة دمو سكان 2% وده نسبة كبيرة يعني. عالية جدا. واحد اتنين ان فيه اصلا ناس كتير سكنة في ايجار وفيه اكتر من عيلة تلاقيها في نفس السكن وبالتالي الظروف الاجتماعية مخلية والتركيبة السكانية بتاعت مصر مخلية فيه طلب متنامي على الشؤة والسكنية والقطاع العقاري. فده حاجة حقيقة خائمة بقالها سنوات ونكملها معنا. الحاجة الجديدة اللي في اخر كم سنة طبعا زي ما حاجته تفضلت ان بقى فيه مشاريع كتيرة وبقى فيه عرض كبير جدا غير الاول. الحاجة بقى اللي نقصة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي وهي ان احنا نربط لاتنين ببعض. نربط العرض بالطلب وهي من خلال ايه؟ البرامج التمويلية. ان انا اجيب المواطن اللي محتاج ادي له الاداة اللي يشتري بيها وهو ما عندوش الفلوس دي كاش. فبقوله تعالى خد اجارة تعالى خد تمويل بمبادرة تعالى خد تقسيط تقدر في متناول ايديك تقدر تدفعه وتسكن به. هو يمكن يحل المشكلة ان يكون فيه عرض اكبر من الشواء السكنية او الوحدات السكنية تكفي او تقابل عدد الطلبات. ده ممكن بيحصل بمساعدة الدولة. بلا شك. ولا مفيش حل غير ان يكون فيه يد قوية شوية تدخل تساعد وتنشر عدد اكبر من الوحدات السكنية. اه يعني خليني برضو اقول لحالك ان المطورين كان معظمهم دايما بيتجهوا الى الحاجات الفارهة شوية. دايما اه فاخرة ليه لان نسب الربح فيها حلوة ومغرية وبتاعه كانوا بينقوا عن ايه الحاجات المشاريع المتوسطة وكده علشان الربحية بتاعتها ما بتبقاش بنفس المستوى فما كانوش بيركزوا معها اوي او تلاقي نموعظم المطورين بصين هنا. وصدر في شكل تجاري طبعا. اه بيبزبتك وده حقه يعني بالعكس. وهنا بيجي دور الدولة عشان كده الدولة ليها دور مهم جدا في انها تملى الفراغات في الاختصاد او في العرض والطلب. بحيث الاقتصاد كله الحلقة تكمل واللي عنده احتياج يلاقيه وفي نفس الوقت يبقى فيه تحرك شامل في الاقتصاد. كان في اطار ان احنا بنبحث عن حلول شاب جديد عنده مركتب صغير او عايز يبتدى حياته ويحصل على سكن بما لا يعني يتعبه في التمويل. بالزبط. بشكرك جدا أستاذ وليد ناجي نائب رئيس مجلس الدارة البنك العقاري المصري شرفتنا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة غدا ان شاء الله يتجدد اللقاء للقاء. شكرا لكم. شكرا لكم. اشتركوا في القناة ammon term CareVis Wrestler истρωheits